في خطوة طالما انتظرها الكثيرون من أبناء الجالية العراقية المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية جواز السفر العراقي أصبح إلكترونياً بمعنى آخر كما يرى مراقبون هي خطوة في الاتجاه الصحيح لتصويب مسار الجواز العراقي في العودة إلى سابق عهده مكانة بين جوازات السفر العالمية الأخرى خاصة بعد أن وصل إلى مراتب متدنية في تسلسل أقوى جوازات السفر العالمية القائم بالأعمال في السفارة العراقية بعمان أشاد كثيراً بالمواصفات الفنية التي يتمتع بها جواز السفر الإلكتروني الجديد جواز يتمتع بمواصفات فنية متقدمة ومقبولة داع الشركات العالمية مرموقة يعني يكاد يكون حقيقة لحد الآن يعني هو يعني يحظى بمواصفات عالية جداً يعني ليس من السهل تزويره يعني هذا معتمد شريحة الإلكترونية ومعتمد على منظومة متقدمة جداً ليس من السهل اختراقها إذن يصعب تزويره وفيه شريحة إلكترونية تحتوي بيانات حامله ويمكن حامله من العبور في المطارات عبر البوابات الإلكترونية من دون اضطراره إلى الوقوف في طوابير لساعات طويلة هذه هي أبرز مميزات الجواز الإلكترونية العراقية الجديد الذي لولا الجهود الحثيثة لوزارة الداخلية وعلى رأسها وزيرها عبدالأمير الشمري لظل هذا الإنجاز قيد التخطيط لغاية اللحظة هذه الجهود التي أثمرت عن هذا الإنجاز بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث هو غصول وفد متخصص وبدأوا في استقبال المواطنين أنها خطوة هامة السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هل سيستطيع جواز السفر الإلكترونية العراقية الجديد التقدم على سلم أقوى جوازات العالم ولو بصورة تدريجية كما يتوقع خبراء أم أنه سيظل يراوح في أدنى المراتب العالمية حتى بعد أن أصبح إلكترونيا الأيام المقبلة وحدها من ستجيب